سونيك هي واحدة من اشهر الالعاب وبيطل علينا هذا الجزء بطريقة جديدة كليان وحتى نتعرف اكتر على اللعبة فيا صديق الكريم روح اعمال فنجان شاي او فنجان اهوة او لا تنسى انك تشترك عندي بالقناة وتفعل جرس التنبيهات تيوصلك كل جديد انا محمد من قناة game inspector خلوكم معي ولكن بعد هذا الانترو احداث القصة بتدور بجزيرة كبيرة اسمة starfold iceland وهالجزيرة الكبيرة بينبسط منها خمس جزر صغار مع بعضهم اسمهم starfold كل جزيرة لها اسم خاص فيها او شكل خاص فيها مهمة سونيك واصحابه بهالجزء هو البحث عن سبب فقدان الكيس انريل وطبعا العاب سونيك ما بتعتمد على القصة والسرد القصصي بقدر ما هي بتعتمد على المغامرة وتقديم game play ممتع ومع العلم انه اللعبة لمصادر التريلر الترويجي للعبة ما عجب كتير من النقاد وحتى حصل على بعض التعليقات السلبية وخاصة انه الفترة الاخيرة لعبة سونيك كانت عم تعاني من تقييمات سلبية بكل جزء بيصدر وبالتالي هالاجزاء الاخيرة كانت معا بتقدر تحقق النجاح المطلوب انما بهذا الجزء الموضوع مختلف تماما فتقديم لعبة سونيك بعالم مفتوح وحرية التنقل الكبير داخل عالم اللعبة وتنقلك بين الجزء الخمسة الموجودة داخل عالم اللعبة وبكل سهولة وساعة اللي بتحب وساعة اللي بدك بيخليني حب الفكرة واعتبر انه هالشي هو نقل نوعية جديدة كليا على العاب سونيك وطبعا هاد التوجه بسلسلة سونيك شبيه بدرجة كتير كبيرة لالعاب The Legend of Zelda وهالشي برأيي توجه ممتاز جدا وبيحط سونيك على المسار الصحيح وخاصة انه العاب The Legend of Zelda هي واحدة من العاب المغامرات يلي ناشحة بدرجة كتير كبيرة عالم اللعبة كتير عجبني وكتير متعوب عليه وفعلا تنقلك من جزيرة الى اخرى رح تشعر بالفرق لانه حجم الجزيرة اللي حوله بيخليك تحس انه عالم مستقل لوحده فعلى سبيل المثال جزيرة كرونس هي جزيرة خضراء مليون جبال ومليون الوان وتعجب الحياة ومنطقة مليون الوان اللي هي عم تشوفها قدامكم وهي لحالة من احلى الجزر اللي موجودة داخل اللعب وفعلا المهمات والنشاطات اللي ممكن تقوم فيها داخل هاي الجزيرة كتير كبيرة كمان في جزيرة ايرس جزيرة صحراوية رملية مليون مغامرات وتحديات صعبة وجزيرة كايس هي جزيرة بوركينية ووعرة جدا وبتقدم تحديات صعبة والشي الملفد بالموضوع انه كل جزيرة بتدخل عليها بتقدم لك نوع جديد من اللعب والقصد هو كيف تتعامل مع البيئة الخاصة بهذا المكان وهالشي بيعطيك شعور ممتع وبسعادة وحتى ما بيخليك تحس بالملل او من التكرار وحتى البوسفايت او الوحوش مصممين بطريقة كتير مهضومة وفيها ابداع مدة اللعبة تقريبا ما بين 30 ل 40 ساعة هذا اذا كنت بدك تلعب كل المهمات الرئيسية والجانبي اما اذا انت بس بدك اهتم بالمهمات الرئيسية فاللعبة ممكن تخلص معك ب12 الى 15 ساعة من المهمات الاساسية داخل اللعبة انت لازم تسعى للحصول على البورتل كي هالدول البورتل كي هي مجموعة انفاتيح انت لازم تحصل عليهم لحتى يعطوك قدرات ومهارات خاصة تقدر تعملها وتستخدمها داخل عالم اللعبة بالقتلات والتحديات وحتى ضربات وكمبو ممكن تستعملها ضد الوحوش او حتى داخل محيط وعالم اللعبة وحتى تحصل على هادول البورتل كي لازم انك تفوت بمعارك مع وحوش صغيرة وهالشي رح تلاقي انه هان في تكرار ولكن هذا التكرار انا برأيه انه يصطحق لان كمية المكافأات اللي رح تحصل لك لما تحصل على هادا البورتل كي هو مكافأة جيدة رح يسمح لك انك تدخل على شي اسمه سايبرستيج وفكرة السايبرستيج هان انه بيخليك انك تلعب مهمات بسيطة وصغيرة وحلوة وممتعة بنفس الوقت وهي مدتها اربعة داية خمسة داية لحط تتخلصها وتعيش تجربة سونيك لاجزاء القديمة يعني ممكن تخلصها بشكل سريع او ضربات كمبو معينة لمجموعة من الاعداء بشكل سريع وهي فكرتها حلوة ومن بعدها رح تحصل علىها الماسة وهي المكافأة الكبيرة وهان دار الالماسة اللي ما بتحصل عليها هالالماسة رح تقدر تفتح لك قدرات السوبر سونيك وهي القدرات هي رح تخليك القنفز الناري او تصير يعني شغلة كبيرة وطبعا انا ما هحرقك لكم القدرات القدرات شي كتير حلو ممكن تستمتع فيه انت وعن ما تجربها وقل قدرة حلوة ومختلفة عن التانية وهذا الشي اكتر العناصر اللي خلتني متفاجئ ومستمتع فعلا باللعبة واحدة من الشغليات اللي خلتني مصدومة لأول مرة بشوفها بسلسل تسونيك انه رح يكون في عندك شجرة نهارات تقدر من خلالها ترقي نفسك وترقي سرعتك وترقي ضرباتك وضربات الكامبو يلي معك وحتى طرق اللعب اللي انت عم تلعب وهالشي للبقى ماني خليني مستغرب واول لما شفت هذا المشهد انا بصراحة صرت اضحك انه هذا القنفز المهضوم الحلو الكيوت عند قدرات مثل اساس انجريد وغيره من هذا النوع من الالعاب هذا الشي صراحة خليني كتير اضحك ولكن كمان ايضا خليني مبسوط وفرحان وعطاني شعور ممتع وبصراحة حبات التوجه الجديد كتير لسونيك وبرأيي انه سونيك فعلا بهذا الاتجاه هي على المسار الصحيح وهاللعبة فعلا تستحق التجربة الخلاصة سونيك بتقدم عالم مفتوح وحلو وممتع وحيوي ومليان الوان مع قصة متواضعة ولكن من مشكلة جيم بلاي حلو وممتع تجربة مغامرات لا تنسى وبصراحة كانت بالنسبة لقلي هي مفاجأة بهذا الشهر مع العلم انه كانت يعني رأيي النقاط فيها سلبا ولكن اللعبة فعلا تستحق انها تتجرب تستحق انها تنشرها تستاهل انك تعطيها فرصة وتقييم النهائي للعبة سونيك هو 8 من 10 وصديق الكريم اذا انت لأول مرة عم تشوفني فيارات تتكرم علي بالاشتراك وتشترك بالقناة تفعل جرس التنبيهات لوصلك الجديد واذا انت يا صديق الكريم مشترك عندي بالقناة وعجبك الفيديو يارات تعملي لايك للفيديو وتنشروا لأكبر عدد ممكن لحتى اوصل بفضل الله ثم مساعدتكن للألف مشترك انا محمد من قناة جيم انسبكتر من هان لوقت فيديو جديد مراجعة جديدة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته